من حيث المنطلق يجب أن نؤكد على أمر هام لا يعني كلامنا أننا في موقف الدفاع عن الجيش فالجيش لديه مؤسساته ولديه وسائله ولديه كل ما يجعله يدافع عن نفسه وأيضا لديه موظفيه الذين يدافعون عنه هذا من حيث المبدأ أمر آخر لا يعني أننا نصل بالجيش الوطني الشعبي إلى رتبة القداسة معناه أنه لا توجد أخطاء فيه أو لا يوجد قادة ارتكب أخطاء فهناك منهم جنرالات كانوا على مدار سنوات وهم يقودون أهم المؤسسات داخل الجيش الوطني الشعبي والآن يقبعون في السجون هناك منهم مطاردون في الخارج في الأول نذكر مثلا ترطاق الجنرال توفيق وغير من الجنرالات الذين يقبعون الآن في سجن البوليدة أمر آخر هناك منهم مطاردون في الخارج ونذكر بالجنرال باللقصير نذكر خالد نزار الذي كان وزير الدفاع وما إلى ذلك هذا لا يعني أنه كل واحد لبس البذل العسكرية فهو مقدس منزه من الأخطاء ولكن الأمر الآخر يجب أن نفرق ما بين سلوكيات الأفراد وسلوكيات المؤسسة كمؤسسة فأحيانا المؤسسة تقع في أخطاء بسبب مواقف من أفرادها وقادتها ولذلك مهما كان الأمر لا يجب تحميل المؤسسة العسكرية كمؤسسة هذه الأخطاء بل يجب أن يحاسب عليها الأشخاص أمر آخر أن المدنيين ليس لديهم الحق في التدخل في شؤون المؤسسة العسكرية نحي الجنرال فلان يحط الفلان وعلاش الأخرى حطي هذه ليس له دخل ونحن كمدنيين إن ليس لنا دخل في هذا الأمر بالمرة حتى وإن كنا يوما ما وأنا شخصيا كنت يوما ما ضابط في المؤسسة العسكرية وهو أمر أعتز به بلا شك ولكن ليس لي الحق في التدخل في شؤون تسيير المؤسسة العسكرية فمؤسسات العسكرية في كل العالم لا يمكن أن يديرها المدني أو يتدخل فيها الشعب هذا كلام مغالطة يجري استعماله من طرف كثير من الناس تحت مسمى الدولة المدنية والحكم المدني وما إلى ذلك وهي أمور تنطوي على الكثير من الأشياء الخطيرة والمخططات الجهنمية التي تستهدف الدول هذه نقاط مهمة جدا يجب أن ننتبه إليها هناك نقطة أخرى أن قوة أي دولة في قوة مؤسستها العسكرية ومحاولة إضعاف المؤسسة العسكرية بأي وسيلة كانت هو مخطط لإضعاف الدولة بلا أدنى شك فعبر التاريخ كل الدول تتباهى بقوتها العسكرية بقوتها الاقتصادية بقوتها الأمنية باستخباراتها عبر التاريخ حتى في ظل لما كانت المجتمعات عبارة عن قبائل إن تجدها تتباهى بقوة عناصرها بقوة مقاتليها وما إلى ذلك لذلك أن أي دولة تضعف مؤسستها العسكرية سينتهي وجودها لأنه لا يوجد ما يحمي قوة الدولة مثل المؤسسات العسكرية والأمنية والبوليسية وما إلى ذلك أمر آخر أن علاقة العسكر بالمدني هي علاقة تكاملية لا يمكن فصل المدني عن المعسكر أبدا ومن يقول غير ذلك فهو واهم وكبرى تسيطر على العالم تسيطر بقوتها العسكرية حتى وإذا جاء رئيس مثلا في البيت الأبيض وهو مدني ويصدر قرارات ويستطيع لديه صلاحيات إعلان الحرب وما إلى ذلك لا يقدم على أي شيء إلا بموافقة ومناقشة وباتفاق مع إدارة المؤسسة العسكرية وقادتها ومسؤوليها ومن يقول غير ذلك فهو واهم ولا يمكن أبدا أن يحدث أي أمر خارج هذا الإطار أمر آخر أن الديمقراطيات الغربية المتطورة لا يمكن أبدا أن يصل شخص مدني إلى أعلى هرم السلطة إن لم توافق عليه الأجهزة وإذا لم تكن هناك دعم غير معلن من أطراف من أطراف داخل المؤسسات الأمنية لدعم هذا الشخص كي يصل إلى هذا المنصب ومن يقول غير ذلك فهو إما جاهل لا يعلم أو يعلم ولكنه يتزندق على الناس ترجمة نانسي قنقر